السلام عليكم نبدأ أصدقائي بالخبر الأول الذي تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهو اجتماع حلف الناتو العسكري وتصريح مستشار ألمانيا أولاف شولتز حول تركيا ودخولها إلى الاتحاد الأوروبي وحول أيضا نقطة أوكرانيا وأيضا رغبتها بالدخول إلى حلف الناتو العسكري ولماذا مستشار ألمانيا يعارض دخول أوكرانيا لأنه لا يرغب بأن تدخل ألمانيا وحلف الناتو في حرب مباشرة مع روسيا لنبدأ أصدقائي بهذا الخبر المهم يوم أمس جاء تصريح من عند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان دائما يعارض دخول دولة السويد إلى حلف الناتو العسكري السويد دائما ترغب بالدخول إلى حلف الناتو العسكري تقول بأنها تحتاج إلى هذا الحلف كي يحميها من أي هجوم أو اجتياح روسي لكن تركيا كانت دائما تعارض دخول السويد لأن هناك علاقة سيئة شيئا ما سياسيا بين السويد وبين تركيا مسائل متعددة من بينها أن في السويد يعيش مجموعة كبيرة من المعارضين الأتراك ويعيش أيضا مجموعة من المعارضين الكرد ويعيشون بالسويد وتركيا كانت دائما تطالب بتسليمهم والسويد كانت ترفضهم إضافة أيضا إلى قيام السويد وسماحها بحرقة نسخة من المصحف الكريم القرآن الكريم وهذا الأمر أطار أيضا غضب مجموعة من الدول الإسلامية من بينها تركيا لذلك كانت دائما العلاقة سيئة للغاية لكن يوم أمس تغيرت الأمور تغييرا مفاجئا ابتدأ الأمر بأن تركيا أغضبت روسيا عندما قامت تركيا بإرسال معارضين أو إرسال مجموعة تم اعتقالهم من عند الجيش الروسي أوكرانيين وتم تسليمهم إلى تركيا كي يبقون في تركيا إلى أن تنتهي الحرب قد قامت تركيا بإعادتهم إلى أوكرانيا وهذا الأمر أغضب روسيا وقالت روسيا لتركيا لماذا أعطيتي وسمحتي لهؤلاء الأوكران أن يرجعوا إلى أوكرانيا فغضبت روسيا غضبا شديدا النقطة الثانية التي حصلت والتحول الثاني الذي حصل وهو رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسماح إلى السويد بأن تدخل إلى حلف الناتو العسكري وصرح يوم أمس وقال بأن تركيا ليس عندها مانع أن تدخل السويد إلى حلف الناتو العسكري وأنه شخصيا لن يعارض لكن مطلبه الوحيد بأن سمحه بدخول السويد إلى حلف الناتو بأن بالمقابل السويد ودول الاتحاد الأوروبي يبدأون المفاوضات مع تركيا ويسمحون لتركيا بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي جاء اليوم تصريح من عند مستشار ألمانيا أولاف شولز وقال بأنه يرفض هذا الأمر رفدا تاما ولا يقبل بهذا الأمر بأن تركيا تشترط هذا الشرط بأن تدخل السويد إلى حلف الناتو العسكري وبالمقابل يسهلون إدخال تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فرفض مستشار ألمانيا هذا الأمر أيضا حزب تسيديو الذي يوجد بالمعارضة رفض هذا الأمر وقالوا بأنهم يرفضون الضغوط التي تفرضها الآن تركيا والتي تقول أدخلونا إلى الاتحاد الأوروبي وسوف نقبل بدخول السويد إلى حلف الناتو العسكري تركيا تحلم منذ مدة بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي منذ 30 سنة لكن تم توقيف المفاوضات مع تركيا لأن الاتحاد الأوروبي يطلب من تركيا بعض التعديلات وبعض التغييرات وبعض الأمور بمجال القوانين حقوق الإنسان إلى آخره لكن تركيا تعارض وتقول هذه قوانين وطنية إلى آخره هذا الأمر جعل الاتحاد الأوروبي يرفض لحد الساعة دخول تركيا إليه تركيا ترغب بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي لأنها سوف تستفيد منه اقتصاديا لأنه بذلك ستصبح تركيا لو دخلت إلى الاتحاد الأوروبي أكبر دولة من حيث عدد السكان دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي سيجعلهم من ناحية السكان هم الأكبر المقاعد بأيضا البرلمان الأوروبي يعطى للدول على حسب عدد سكانها فبذلك تركيا ستحصل على أكبر عدد من المقاعد ستصبح دولة مؤثرة في الاتحاد الأوروبي سيصبح عندها حق الفيتو في الاتحاد الأوروبي وستستفيد أيضا اقتصاديا بشكل كبير لذلك دول الاتحاد الأوروبي لا ترغب بإدخال دولة كبيرة من ناحية عدد السكان هكذا بسهولة فلذلك الاتحاد الأوروبي ما زال مترددا من خلال هذه المسألة أيضا بخصوص أوكرانيا مستشار ألمانيا أولف شولتس قالوا بأنه ما زال يعارض وقالق من إدخال أوكرانيا الآن وحاليا إلى حلف الناتو لأن أوكرانيا تطالب بإدخالها إلى حلف الناتو دول أوروبا الشرقية تطالب بإدخال أوكرانيا إلى حلف الناتو لكن إدخال أوكرانيا إلى حلف الناتو في هذا الوقت يعني أوروبا وحلف الناتو أعلن عليها الحرب لأن أوكرانيا ستكون دولة من حلف الناتو ودولة في حلف الناتو في حرب وهكذا ستدخل جميع الدول في حرب مع روسيا لذلك مستشار ألمانيا لا يرغب ويقول لننتظر نعم لدعم أوكرانيا لكن يجب أن ننتظر إلى أن يحم السلام إلى أن تنتهي الحرب وبعد ذلك نناقش هذه المسألة جميع الدول تعرفوا هذا الأمر وتعرف بأن خطوة إدخال أوكرانيا حاليا إلى الاتحاد الأوروبي خطوة خطيرة جدا مثل اللعب بالنار ومثل إعلان الحرب على روسيا لذلك أمريكا بريطانيا فرنسا ألمانيا والدول الكبرى في حلف الناتو يقولون مسألة دعم أوكرانيا يجب أن تكون لكن إدخالها هكذا الآن في هذه الوقت التي هي فيها في حرب مع روسيا لا يجب أن نتصرع أصدقائي نمر أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهو فرح وزير الصحافة كارل لوطبخ لأنه تم الموافقة والاتفاق بينه يعني هو وزير الصحة للحكومة الاتحادية والمقاطعات الألمانية الستة عشر على التعديلات الجديدة والتغييرات الجديدة التي سوف تعرفها ألمانيا بخصوص نظام المستشفيات وزير الصحة قال سوف يدعم المستشفيات في ألمانيا لكن بشرط واحد يجب أن تعتمد المستشفيات في ألمانيا على نظام الجودة الجودة والتخصص أكثر من أن المستشفى تعمل كل شيء وعملية كثيرة إلى أخري فالآن وفقوا على نظام الجودة المستشفيات في ألمانيا ستحصل الآن على دعم مالي يجب على المستشفيات الألمانية الآن التخصص كل مدينة وكل منطقة يجب أن تتخصص فيها مستشفى بمارض معين بعمليات وأقسام عمليات معينة المدن الصغيرة في ألمانيا يمكن أن تجريه بعد العمليات البسيطة إلى آخره والجودة الجودة وسبق أيضا لوزير الصحة كارلوطة بخ قال لا يهمه إذا أغلقت 20% من المستشفيات المهم أن تصبح المستشفيات دات جودة دات تخصص أكبر أن المريض عندما يدخل إلى المستشفى يتم الاهتمام به أكثر المستشفى لا تفكر فقط بعمل أرباح أو كذا أو كذا تفكر فقط بعلاج المريض والاهتمام بالمريض وتكون أيضا نتائج الشفاء أكبر بكثير إذا كانت هناك منافسة لأنه إذا كانت منافسة بين المستشفيات هذا الأمر ليس في صالح المرضى أيضا سيستعملون ويعملون كاتالوج أصدقائي يعني يعملون موقع هذا الموقع يكون فيه المستشفيات حسب الجودة التي توفر لكل مريض العمليات التي توفر لكل مريض وهكذا وهكذا كل مريض سوف يعرف هذه المستشفى ما هو تخصصها وما هي جودتها وما هو عملها أصدقائي نمر إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية وتقول بأن المواد الغدائية ما زالت بالارتفاع للأسف ارتفعت تمن الحليب مجددا ومشتقاته تمن السكر تمن الخضر والفواكه ما زالت الأسئلة لماذا هذا الغلاء وكيف جاء هذا الغلاء وكيف حصل هذا الغلاء ولماذا لا ترغب الأسعار بالنزول هناك من رجع إلى نفس الاستوانة القديمة الحرب في أوكرانيا كثير من المختصين قالوا بالعكس هذا الغلاء يجب مراقبة شركات صنع المواد الغدائية لأنه هي سبب هذا الغلاء وتحاول الاستفادة من هذا الأمر ورفعت الأسعار دون مبرر لمجموعة كبيرة من المواد الغدائية إذن الغداء الذي نعاني منه كما يقول المختصين سببه الأكبر بطبيعة الحال الحرب بطبيعة الحال التضخم لكن أيضا الجشع الذي حصل لمجموعة كبيرة من شركات المواد الغدائية التي ترغب بالاستفادة واستغلال الموقف وزيادة أربحها بشكل كبير كانت هذه أصدقائية أهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحفة الألمانية لهذا اليوم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء